زينة رمضان غبطة الاطفال والكبار وفرحة قلوبهم بقدوم الشهر الفضيل مناسبة لا تكتمل من دون الاهلة والفوانيس والمصابيح الملونة في الماضي القريب كانت تستورد من وراء البحار ولكنها اليوم اصبحت تصمم وتصنع بعقول وايد فلسطينية هنا في مدينة الخليل اجتهد مصعب رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وظروف الوباء لانتاج زينة رمضان لعل ذلك يكسر جدار البطالة الذي يحاصر شبانا هنا انه دراستهم الجامعية ولم يستطيعوا الاندماج في سوق العمل عندنا مصممين محترفين جودة الخشب كمان جودة عالية تفنيش زي ما شفتوا عندنا الشكل بيطلع كتير النهاية حلو ومرتب يعني احسن من اشي مستورد بنحكي في النهاية احسن من شغلة بتكون مستوردي اللي بدور على شغل جودة بالأي عنا هي تقبال الناس نوعا ما مقبول في ظل جائحة كورونا في ظل الجائحة المنمر فيها احنا نوعا ما الاقبال مقبول ولكن مش زي السنين اللي عدت من الخشب والزجاج ومواد اخرى كلها محلية المنشأ يتم انتاج هذه التصاميم التي جذبت احمد للقدوم من بيت لحمة الى الخليل لاقتناء هذه الزينة التي بدأت تنافس مثيلاتها المستوردة من الخارج وان بخجلة سمعت من اصدقائي انه في محل هون في الخليل اسم عالم الابداع بيصنع فوانيس وشغلات رمضانية زي ما تحكي صناعة محلية وانا بصراحة بحب ادعم المنتجات المحلية فالقريب ابدأ من الغريب فهنا يباع الفرح اهلة ومصابيح ملونة في زمن يعز الفرح فيه وتضيق مصادر الارزاق فزينة الشهر الفضيل اصبحت رزقا وفرحا رزقا لطالبيه وفرحا للباحثين عن فسحة امل رغم ترد الوضع الاقتصادي بسبب الوباء وتراجع الحركة الشرائية الا ان شهر رمضان يمثل مناسبة خير على اصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين فالوان واشكال الزينة اصبحت جزءا اساسيا من اجواء شهر الخير في راسلط في سكاينيوز عربية مدينة الخليل